تخيل معايا تكتب جملة زي رجل رسام كبير بيرسم بفرشة كوكب الارض على لوحة وكوكب الارض بين وراه والكاميرا بتلف حواليه بهدوء وبط وفي اقل من دقيقة تتحول الجملة دي لفيديو حقيقي بجودة خرافية وحركة كاميرا احترافية كأنها طلعة من فيلم حقيقي ده مش فوتوشوب ومش منتاج ده شغل الذكاء اصطناعي اسمه صورة احدث ابتكارات Open AI واللي بتدخلنا لعصر جديد احترافي في انشاء الفيديوهات في الفيديو ده هقولك ايه هو صورة وبشتغل ازاي وازاي ممكن يغير شكل صناعة المحتوى بالكامل لو انت مهتم دوس لايك ويلا بينا نبدأ الفيديو دي الوجهة الرئيسية لموقع الصورة زي ما احنا شافين الوجهة الرئيسية بسطة جدا ولكن ظاهر فيها فيديوهات جميلة جدا طبعا الفيديوهات دي تم انشاءها باستخدام او عن طريق المستخدمين لموقع صورة عشان تستخدم موقع صورة لازم يكون عندك حساب في او وطبعا هنا زي ما احنا شافين الفيديوهات معملة بشكل احترافي جدا عندك مسلا فيديو شابه ده عبارة عن بومة ولكن في حيقة دورة او هنا مسلا نزل تحت شوية في هنا نجاب لي هنا فيديو حلو قوي لشخص واقف على الامر بيرسم كوكب الارض بالشكل الجميل ده وحاجات حلوة كتير لترندات عملناها قبل كده زي الترند التين يفجر وهم هنا بيعملوا هنا حاجات شابه كده واحاجاتهم صغيرة بالشكل ده هتفضل تنزل تحت هتلاقي فيديوهات كتير وافكار كتير لو عجبك اي شيء يعني هنا بصي هنا في فيديو شابه ده ايه ده ده ولا كأنه بيتسجل بشكل حقيقي هتلاقي فيديوهات جميلة جدا لحاجات كتيرة حلوة وطبعا تقدر كمان تتحكم في الابعاد زي ما انت عايز وبصراحة تفاصيل فيديوهات كويسة جدا برضو هنا لو انت مسلا عجبك اي تصميم او اي فيديو انت شفته بتقدر بكل بساطة ان انت لو ضغط على الفيديو مسلا انت عني ضغط على الفيديو شابه ده فهو هنا بيفتح معك بالشكل ده بيشغل معك الفيديو وطلعز انه مسلا في فيديو زي ده انه هو بيتحول من نهاري الى ليلي وهنا طبعا لو ضغطت هنا بيجيب لك اللي تم استخدامه لانشاء الفيديو ولو ضغطت عليه كده هيجيب لك بشكل اكتر بتقدر بكل بساطة ان انت تحدد شكل ده اضغط كليل كمين كوبي وبتقدر بكل بساطة ان انت تحتفظ بالبرومت لو حابب تعمل شابه بالتفاصيل الاخرى موجودة هنا زيادة زي ان انت ممكن تتعدل على ممكن ان انت تعمل حاجات كتير ممكن تستخدمها في موقع صورة بالمناسبة عايز اقول لك كمان ان موقع صورة هو مش بس بيعمل فيديوهات ده هو كمان بيعمل صور يعني لو ضغطنا هنا على الصور او هيجيب لك هنا الصور اللي تم انشاءها باستخدام الموقع هتلاقي الصور كتير حلوة بيعمل حاجات كويسة بيكتب على الصور وطبا بما انه هنا نفس خواص فممكن كمان يوصل ان هو يكتب باللغة العربية طيب ازاي ان احنا بقى ممكن نجرب نعمل شيء او نعمل الصور على موقع صورة او فيديوهات بكل بساطة زي اي موقع بيظهر عندك هنا المستطيل اللي تحت ده اللي هنا هتلاحز ان فيه حاجة اسمها فيديو لو ضغطت عليها بيقول لك انت عايز الصورة ولا فيديو لو ضغطت على الصورة فهو هنا خلاص جاهز ان هو يعمل لك الصورة فتعال كده نكتب هنا لأي حاجة عشان نقدر بنحاولها لصورة بكل بساطة هنيجي هنا في المستطيل ده وبنكتب هنا اللي احنا عايزين نحول له للصورة هنكتبه بالشكل ده وبعد كي بتختار لابعاد اللي انت عايزها عندك ابعاد كتير ممكن تختار اتنين لتلاتة ممكن تختار تلاتة الاتنين واحد الواحد على حسب انت عايز الصورة مربعة عايز الصورة تكون طويلة عايزها عريضة فنفترض مسلا نختارها طويلة بالشكل ده وبعد كده كل بساطة عندك هنا برضو يقول لك انت عايز كم صورة بتبدأ معك من صورة اللي هتوصل معك لحد اربع صور وهنا في بعض الاعدادات الاخرى زي ممكن نقول ان هي او بعض الاعدادات اللي ممكن تتحكم معك في النوع التصميم او شكل التصميم اللي انت عايز يطلع هسيب كل حاجة زي ما هي وبعد كده هروح هنا اضغط على العلامة دي واللي فيها بيقول اول ما تضغط كده هيبدأ على طول ان هو ينفز الصورة ومجرد ما بتخلص بيجي هنا بيقول لك ان هي خلصة هنيجي هنا نضغط على ده فبيجي لك هنا الصور بتاعتك هنا طبعا الصور اللي انا عملتها زي ما احنا شايفين عاملوا الصورة بالشكل الجميل اوي ده هنا صورة الكلب ولكن تحس ان هو كرومبا او خاص ايا كان وبصراحة شكله حلوى جدا والتعامل بكل بساطة هي انك بتروح على علامة التنزيل دي او ما تضغط عليه عادة القيام بيحمل لك الصورة طيب تعال بقى نشوف الفيديو بتعامل ازاي عشان نعمل الفيديو بكل بساطة في نفس المستطيل اللي تحت ده هنضغط على بس المرة ده هنختار الفيديو هنا في الاعدادات بتختار هنا البعد اللي انت عايزه وهنا طبعا بتختار اللي انت عايزه بيبدأ معك من ربعمائة وتمانين بيصل الى سبعمائة وعشرين كل ما كان اقل في كل ما كان اسرع في الانشاء وعندك هنا كمان في هنا بيقولك انت عايز الفيديو يوصل معك لكم سانية بيوصل معك لحد عشرين سانية ولكن عشرين سانية ده بيكون في لكن في العادي بيبقى هنا عشر سواني هنا طبعا زي ما قلنا بتختار العدد بتاع الفيديو هنا اللي انت محتاج تستخدمه زي ما احنا كده وهنروح نضغط على العلامة الخاصة بالارسال بس طبعا قبل ده كله لازم نضيف فانه هاجي اضيف ده وباضغط بعد كده على ارسال فالمفروض ان هو دلوقتي يبدأ ان هو يعمل لي اه الفيديو بالشكل ده ودي كانت النتيجة عاملين هنا التعلب لونه ابيض وماشي كده فوق التلج وعمل بشكل كويس جدا البسيط اللي احنا كتبناه لفس الطريقة نقدر نعمل دونلود للفيديو لو حابين احنا نستخدمه طبعا هنا عندك امكانات اخرى لو انت مسلا رجعت تاني هنا للمستطيل ده هو انك تقدر تضيف الصورة وتعدل عليها يعني لو ضغطت هنا على علامة ازاي دي بتقدر تحمل اي صورة من عندك وبناء على اللي انت هتكتبه يقدر يعمل لك تعديل الصورة زي اي موقع تاني نقدر نضيف الصورة ونحاولها الفيديو فانت كمان دلوقتي عندك فرصة لو انت تجرب موقع صورة لو انت مشترك في بصراح موقع جامد جدا رغم ان هو معقد شوية بس بصراحة بيعمل حاجات جامدة جدا اتمنى ان اكون اعجبك الفيديو لو اعجبك الفيديو ندس لايك وما تنساش تسيب له اراجة في تعليق ولو انت مش مش تكفي القناة اشترك دلوقتي في عز الجرس عشان اي مصارك اشعر بكل فيديوهاتنا في النهاية السلام عليكم